الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1440 من الهجرة الموافق الرابع من مايو لسنة 2019 من الميلاد التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الجديد الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر خلف أرض المعارض والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته وبهذه المناسبة الكريمة ترفع وزارة العدل أصدق التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك داعية لله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يتم نعمته على ربوع وطننا العزيز وأن يرحم شهداءنا إنه سميع مجيب